عربت موسكو عن قلقها من تفاقم الوضع في سوريا جراء قصف تحالف واشنطن موقعا للجيش السوري وتنفيذه غارات خاطئة وبالتزامن تجتمع أطياف من المعارضة السورية في الرياضة فيما يوسع الجيش السوري مناطق السيطرة بريفية حلب ولادقية شمالية عربت موسكو عن قلقها الشديد بشأن توجيه التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضربة لمواقع الجيش السوري بريف دير الزور أمس واعلنت في بيان لخارجيتها أن الحديثة تدل على تفاقم الوضع في الحرب ضد تنظيم داعش وأن الغارة الخاطئة التي نفذتها طائرات التحالف على مواقع مدنية في مدينة الحسكة وأدت لمقتل مدنيين تصب في هذا الجانب فيما أكد وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف أن بلاده ستشارك في الاجتماع الذي تدعو إليه واشنطن في نيويورك حول سوريا الأسبوع المقبل في حال كان بصيغة لقاء فيينا إلى ذلك وبحضور نحو مئة شخصية سورية معارضة من الداخل والخارج انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال مؤتمر يجمع أطيافا من المعارضة السورية دعت إليه الرياض لتشكيل وفد موحد لها للبدء بالتفاوض مع وفد سلطات السورية المؤتمر الذي استبعد الأكراد السوريين انطلق بمشاركة ممثلين عن جماعات مسلحة بينها جيش الإسلام والجبهة الجنوبية وحركة أحرار الشام ميدانيا تابع الجيش السوري تقدمه على جبهة مطار كويرس العسكري بريف حلب الشرقي وسيطر على قرية شويلة شمالية حميمة بعد اشتباكات وصفت بالدارية مع تنظيم داعش أسفرت عن توسيع الجيش منطقة أمن المطار فيما شن الطيران الحرب السوري والروسي غارات على مواقع داعش والجماعات المسلحة في أرياف حلب وحمص وإدلب وحماء ودرع واللاذقية الشمالي حيث يواصل الجيش حمليات التقدم الحثيث وطالت الغارات مسلحي بلدات الغوطة الشرقية التي رد المسلحون فيها بقصف الأحياء السكنية الدمشقية بالهاون والقذائف الصاروخية ما أدى لوقوع إصابات وأضرار مادية في حيي المهاجرين وركن الدين